كيف عند آخر التطورات الدبلوماسية بين طهران والرياض كشف البرلمان الإيراني جاليل رحيم جهنى أبا ديهان إيران والسعودية تقتربان من استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في كل من الرياض وطهران أضف أبا دي أن إعادة فتح السفارات تحمل تداعيات مهمة للحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالمي وكانت وزارة الخارجية الإيرانية كشفت الاثنين الماضي أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية هذا ولم تخرج أي تصريحات من الرياض بشأن تبادل فتح السفارات مع طهران في الفترة القليلة المقبلة وكان مسؤولون السعوديون وإيرانيون قد أجروا عدة جولات من المباحثات في العاصمة العراقية بغداد كشف عنها للمرة الأولى في إبريل 2021 وصفة السعودية التي قطعت العلاقات مع إيران في 2016 المحادثات الجارية مع طهران بأنها استكشافية وقال مسؤول إيراني في أكتوبر الماضي إنها قطعت مسافة جيدة وينضم إلينا في هذا المحور مبارك العاتية الكاتب والبحث السياسي من الرياض مساء الخير سيد مبارك يعني لا يوجد أي تصريح رسمي حتى اللحظة من السعودية حول هذه المحادثات لكن بالمقابل هناك تصريحات متتالية من إيران حول هذا الموضوع برأيك ما مدى جدية هذه المباحثات وهل سوف نرى نتائجها قريبا؟ مساء الخير الرياض وطهران مهتمتان حقياً بهذه المشاورات وإن كانت الرياض تواصل بالفعل بعث إشارات التطمين أو إشارات الإيجابية التي تعزز الإيجابية تجاه هذه المشاورات إلا أن إيران تمارس التصريحات المتناقضة المتتالية وعلى آخر ما أشرت له حضرتك السادة صلانهم في تصريح النائب البرلماني في الوقت الذي بالفعل كما أشرته أيضاً لم يصل من الرياض نظر لأن الرياض تؤمن وتؤكد على أنه لم يصل حتى الآن لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حول عودة العلاقات الدبلوماسية كل ما هناك هو التواصل لتفاهمات أولية حول عودة ممثل إيران في منظمة التعاون الإسلامي هناك دبلوماسيين إثنين إيرانيين أنا أتقد أنهما وصل أو سيصلان لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أيضاً كان هناك اقتراح مطروح وهو بحف افتتاح القنصليتين السعودية والإيرانية في جدة وفي مشهد لكن يبدو أن الرياض لا تزال متمسكة بأن يكون هذا نتيجة لحوار جدي أو حوار موضوعي من شأن أن يبحث الملفات الثنائية والملفات الأقليمية وليست العلاقات السياسية فقط بأن تكون العلاقات السياسية كنتيجة من نتائج ذلك الحوار وليست مفتاحاً لهذا الحوار وهي نقطة خلاف ما بين الرياض وطهران حتى الآن ولذلك لم يتوصل إلى أي تفاهم حول عودة أو افتتاح السفرات على الأقل حتى اليوم طيب انعكاس هذه المباحثات في الوقت الحالي على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط هل سوف يكون إيجابياً؟ مثلاً هل سوف نشهد تطورات بعدة ملفات تهم السعودية وإيران في المنطقة؟ بشكل واقعي كلنا ندرك اليوم أن الرياض وطهران لهم أثر ولهم دور كبير في الأقليم وإيران مارست زعزع كبيرة لاستقرار الدول العربية ولازال تمارس هذا الدور التخريبي أو هذا الدور الإرهابي حقيقة سواء في سوريا في العراق في لبنان في اليمن حاولت في البحرين في دول الخليج ومع ذلك لكنها لقيت وقفة صلبة من التحالف العربي ومن المجلس التعاوى الخليجي لكن أقول أن السلوب الإيراني لا يزال كما هو لم يتغير بمعنى أن إيران لم تقدم خطوات تثبت حسن النواية بأنها بالفعل تريد توصل إلى اتفاق إقليمي وهذا يثير الشكوك حول أن المسؤولين الإيران بدأوا مؤخرا في التصريح بوجوب محادثات إقليمية تشارك فيها تركيا وتشارك فيها مصر لأنها يبدو لي كمراقبة أن طهران تريد أن لا تظهر السعودية كمفاوضة عن الإقليم وعن العالم العربي ولذلك تصر على أن تكون مفاوضات الرياض وطهران هي مفاوضات ثنائية حول العلاقات الثنائية كشؤون الحج أو المعتمرين أو المعالقات التجارية وأن أمن الإقليم يجب أن يتم بحثه في إطار محادثات إقليمية تشمل تركيا ومصر في الوقت الذي يبدو لي واضح أن المملكة العربية السعودية تقوم به هي أنها تريد مفاوضات موضوعية تشمل كل ملفات الإقليم نظرا لأن السعودية هي من يتصدى أو يقود للمشروع العربي ويتصدى للمشروع الإيراني في كثير من المواقع والتي أهمها ما نشهده اليوم متقدمات حقيقية في اليمن وقطع اليد الإيرانية وقصم ظهر التمرد الحوثي وهناك تراجعات وخسار كبيرة للتمرد الحوثي ليس أقلها قتل السفير الإيراني الإرهابي حسن إيرلو ونقل جثة هامدة من صنعه ناهيك عن 13 قيادي من القيادات الأولى للتمرد الحوثي وأمس ثمان قيادات ميدانية أيضا من تمرد الحوثي بمعنى أن كل المشهد يكاد متداخل ولذلك رأينا أن إيران أرسلت وزير خارجيتها إلى مسقط ثم أرسلته إلى قطر في سبيل التوسط لدى السعودية إما استئناف المشاورات أو على الأقل توصل إلى هدن إهل إيقاف الحرب في اليمن طيب في الفترة الحالية ما هي أبرز مطالب المملكة العربية السعودية لتحسين العلاقات مع إيران؟ مطلب كل المجتمع الدولي ومطلب القرارات الشرعية الدولية هو حسن الجوار وعدم التدخل في شأن الداخل في أي دولة العربية وأعتقد أن هذا مطالب منطقية تقرها كل الأعراف كل الأديان كل الشرع كل القرارات الدولية كل المجتمعات الحرة المسالمة التي تريد أن تعيش حياة كريمة بالفعل هي تريد العيش الآمن وعدم التدخل في شأن الداخل أعتقد أن إيران لو أرادت بالفعل أن تتعامل كدولة وليس كثورة وليس كنظام كان عليها بالفعل أن تعلن توقفها أو تنصلها من التنظيمات الإرهابية تعلن تعديل دستورها الذي ينص على تصدير الثورة وهذا يعني لا يزال معضلة حقيقية في سلوك النظام الإيراني وأعتقد أو بأجزم أن أي مفاوضات لن تسفر عن اتفاق حقيقي بقدر ما هي تهدئة مواقتها يعتقد كل الدول الأقليم أنفاسها من جديد بالمقابل أيضا ما هي الطلبات الإيرانية التي وصلت للمملكة العربية السعودية مقابل تطبيع العلاقات في المرحلة القاتمة وهو واضح من النظام الإيراني أنه عندما أشرع الأبواب لبدء هذه المشاورة الاستكشافية أنه يريد أن يخرج أمام المجتمع الدولي في فينا المفاوضة أو في فينا بأنه قادر على إدارة مفاوضات في فينا وإدارة مفاوضات أيضا في بغداد هو واقع تحت ضغط نتائج مفاوضات فينا وهو يريد أن يكسب وقتا هنا وأن يكسب وقتا في الشرق الأوسط ولذلك هو يريد أن يبدأ مفاوضات يسميها أربعة زايد واحد في الأقليم وهذا حقيقة غير رائب عن المخطط السياسي السعودي وهو يدرك اليوم أن النظام الإيراني يريد بشكل حقيقي التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية وإن كان يظهر في تصريحات أنه غير آب بهذه المشاورات أو بهذا الاتفاق لكن في حقيقة الأمر هو يدرك أن المملكة العربية السعودية هي البوابة الأوسع والبوابة الأكبر التي ستعيدها ليس للعالم الإسلامي فقط بل أجمع أنها ستعيدها إلى كثير من المجتمعات الغربية بل المجتمعات الشرقية وفي رأيي أن الرياض تدرك هذه الحاجة لدى النظام الإيراني لذلك نرى أن الموقف السعودي متصلب تجاه الحقوق العربية بشكل كامل طيب تجاه الحقوق العربية بشكل كامل وهناك التدخل الإيراني المباشر والأكثر ظاهرية إن كان في سوريا أو لبنان تحديدا ما يحدث بهذا الوقت وفي المستقبل إن تم تطبيع العلاقات كيف سوف ينعكس على ما يحدث في سوريا ولبنان تحديدا برأيك؟ لدينا معضلة سيد أصلان لدينا معضلة حقيقية وهو أن بعض الأشقاء العربية يعتقدون أن الخلاف إيراني سعودي دائما أكرر عبر قناتكم عبر كثير من برامج وتكرر الرياض بيننا الخلاف فارسي عربي ونعتب على بعض الدول العربية الكبرى أو صورة حتى انكفاه على داخلها ومعتقدة أن الصراع صراع سعودي إيراني وأنه لن يطال هذا الشرق لكن نريد أن نقول أن حقيقة الصراع هي أطماع فارسية محاولة حياة تاراة تاريخية ومحاولة حياة إمبراطورية فارسية بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لن تعود وهذا ما يحفظ النظام الإيراني لكن نقول أن حقيقة الواقع إن تم التوصل للأتفاق بكون تأكيد أن الوضع في سوريا سيتأثر إيجابيا ولن تفرط المملكة العربية السعودية في رأي كمراقب في حقوق الشعب السوري ولذلك رأينا موقف سعودي الأخير المتصلب أيضا تجاه النظام بشار رأس كلمة عبدالله المعلم على منصة الممتحدة الذي أكد على اللاءات الشهيرة بأن لا تصدق هذا النظام والنظام يندرج أيضا تحت جناح النظام الإيراني وهذا يندرج أيضا تحت طاولة المفاوضات الكبرى في الأقليم وفي دولة أيضا التي قد تكون راعية تحت العضواء لمثل هذا الحوار المهم جدا وفي رأيي أيضا أن روس والصينيين واللؤية المتحدة الأمريكية معنيين بين نتاج لهذا الحوار وأوضاع الشرق الأوسط بأكمل إسرائيل هي الأخرى أيضا حاضرة في مثل هذه الملفات وهي ترقب أيضا نتاجها الحوار السعودي الإيراني تركيا هي الأخرى ترقب نتاج السعودي الإيراني إيران أيضا ترقب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي في فبراير للمملكة العربية السعودية ولذلك تمثل هذه الزيارة أيضا ضغطا على المفاوضة الإيراني الذي يريد استعجال أي نتائج حتى وإن كانت قليلة في سبيل الحصول على اتفاق مع المملكة العربية السعودية أو ما يطمح له فتح السفارة الإيرانية والسفارة السعودية بدون أي ثمن كبير أشكرك كثيرا مبارك آل عاتي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الرياضة شكرا لهذا المشاهدين نكون وصلنا لختام سوريا اليوم لهذه الليلة دمتم بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة